مدى الوضاحي بهذه الطريقة المؤثرة ودع المنتخب الجزائري مدل له موراد ميغني الذي سيغادر معسكر الخضر ولن يشارك في موديال جنوب أفريقيا لأسباب صحية القرار الذي اتخذ مشاركة بين الطاقم الطبي والفني أثر في اللاعبين الذين أبدوا مساندتهم ووقوفهم إلى جانب زميلهم في هذه المحنة أما ميغني فبدأ متأثرا ولكن مقتنعا أيضا بما قدم له من شرح وتبرير لوضعه الصحي الذي اتخذ على أساسه هذا القرار الصعب أشعر بالحزن لأنه منذ أربعة شهور وأنا أكافح لأكون مع بعثة المنتخب أتفهم قرار الجهاز الفني لأنني لم ألعب منذ مدة طويلة أريد أن أفعل شيء لكن هناك مخاطر نتيجة الإصابة التي أعاني منها في ركبتي هذا كل ما يتعلق بوضعيتي وأتمنى أن نتأهل للدور الثاني بعثة المنتخب الجزائري كما الإعلاميين الحاضرين تأثروا بهذا الخبر والجميع يطرح أسئلة حول وضع ميغني ولماذا وصل إلى هذه المرحلة الطاقم الفني للخضر وبعض اللاعبين التقوا الإعلاميين ووضعوا النقاط على الحروف مؤكدين أن ما خضع له ميغني ميناناج كان خيارا حتى يحتفظ اللاعب ببعض الحظ لخوض مونديال جنوب أفريقيا لكن العلاج لم يؤتي أكله مسؤوليتنا كبيرة أمام الجزائر أمام الشعب الجزائري أمام مسؤولية جزائري يعني مسؤولية كبيرة علينا وعندنا علاقات طيبة ما بين اللاعبين يعني ولادنا ولما واحد ما يكونش ميغني سيغادر معسكر الخضر ويتهيأ الآن لإجراء عملية جراحية على رقبته وأمله العودة سريعا إلى المستطيل الأخضر مع خضر بلاده يوم لم يتعود عليه اللاعب والخضر مر به هنا في كرومونتانا انتزجت فيه المشاعر بالأحاسيس وحتى بالدموع بعد الإعلان الرسمي عن عدم تنقل اللاعب مراد ميغني ضمن اللاعبين الثلاث والعشرين إلى جنوب أفريقيا لتمثيل الجزائر في كأس العالم أحمد الوضاحي الجزيرة الرياضية كرومونتانا